عن أبي هريرة قال أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت فقلت ماذا يا رسول الله فقال الجنة قال أبو هريرة فأردت أن أذهب إلى الرجل فأبشرها ثم خفت أن يفوتني الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآثرت الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت إلى الرجل فوجدته قد ذهب نعم وجبت له الجنة لأنه قرأ سورة قل هو الله أحد قراءة المتدبر ففاضت نفسه إيمانا وامتلأ قراءة قراءة المتدبر وامتلأ قلبه يقينا فتوجهت روحه كلها إلى الله مسارعة إلى تأدية اللوازم وابتعادا عن إتيان المحارم فعلمت نفسه أنه هو الله أحد له العبادة الخالصة وله الدين الخالص وأنه هو الله الصمد الذي يقصد ولا يقصد غيره ويعطي ولا يعطي غيره ويمنع ولا يمنع غيره لم يلد ولم يولد هو الغني عن المخلوقين والمخلوقون لا يستغنون عنه أبدا ولم يكن له كفوا أحد رحمته ليس مثلها رحمة وكرمه ليس مثله كرم وعفوه ليس مثله عفو ومن أدرك معاني هذه السورة الشريفة قدر الله حق قدره فكان ممن يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وألهمنا رشدنا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اشتركوا في القناة